إلى ذلك أكد الشيخ وسيم يوسف خطيب وجمع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة أن العزمة القطرية مرتبطة بمبادة عامة وعلى رأسها إحلال السلام ووقف دعم الإرهاب مشددا على أن من وقف مع النظام من دوحة في فترة المقاطعة أكبر مؤشرا على مسار نظام القطري غير السليم تصور كل العالم الآن يسعى للأمان كل العالم الآن يريد أمن وأمان كل العالم الآن يريد أن نقف صفا واحدا ضد الإرهاب نحن الآن وصلنا لمرحلة أن نتفق مع الغرب لا نريد إرهابا لا منا ولا منكم سلام نحيا بالسلام إلا قطر كل يوم عن طريق إعلامها تغذي الإرهاب كل يوم عن طريق إعلامها تغذي الإرهاب العجيب إذا أردت أن تعرف قطر انظر من وقف معها أثناء المقاطعة تعلم من قطر تعلم من استنكر المقاطعة تعرفون من من استنكر المقاطعة إيران استنكرت المقاطعة التي تدعم حزب الله والحثين قالت ما تصير تقاطع عن قطر لا والله يا أخي فجأة الحنان يطلع الإيراني هذا قال لا ممنوع ثم داعش رفضت مقاطعة قطر وأصدرت بيان دولة الإسلامية نحن نرفض مقاطعة قطر ثم الإخوان المسلمين رفضوا مقاطعة قطر ثم جبهة العمل جبهة النصرة رفضوا مقاطعة قطر تحرير الشام رفضوا مقاطعة قطر كل الجماعة الإرهابية رفضت رفضت علمتم من هي أغلب من تضرر من مقاطعة قطر من هم؟ جماعة الإرهابية هم رفضوا مقاطعة قطر